السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة وصفتنا اليوم غدي نوجد معكم حرشة صغار كي يجي ولداد وزوينين بزاف بمقادر بساط وطريقة سهلة ضغية كي يوجدوا وكنقدرون نحتفظ بهم يعني يرى كي يبقى وزوينين وكي بقى ورطبين ونقدرون استعملوهم كغوتة التراري منسبة المدراسة وصفتنا اليوم أنا مسأكدة غدي سعجبكم إلا جربتوها غنخليكم مع الفيديو وما تنساوش ديروا لياجي خليوا لي كومنتر وباقتاجوا فيديو مع بعض الناس اللي كتعرفو ويلا نبداو على بركة الله بنسبة المقادر غدي نذكرهم ليكم وفي نفس الوقت غدي نخدم يعني باش نستغل الوقت كيف ما كتشوفوا معايا هندي بيضة جوج ساشيات ديال فاني قدرون نستغنوه بنسبة الناس اللي ما كيبغوش نكها ديال فاني كاس اللاروب ديال سانيدة كاس ديال زيد ربع معلقة صغيرة ديال الملح وعندي معلقة ديال خميرة قدرون استعملو خميرة حبيباز وعندي هنايا كاس ديال الحليب اللي يكون دافي يعني ما يكون سخون بزاف وما يكون شبال غدي نخلط المكونات كاملة مع بعض ديالها كيف ما كتشوفوا معايا وغدي نزيد نسكيلو ديال سميدة رقيقة غي هي بنسبة سميدة ما غديش نديرها كلها دقة واحدة إلا شفتو هنا يدر تمص ديال الكمية غدي نزيد عليها كاس ديال فورس وغدي نخلط الخالط حتى كيتخلط لنا الفورس مع السميدة من بعد غدي نزيد خميرة عندي جوش ديال الخمارات كيف ما كتشوفوا معايا غدي نزيدهم مع الخالط وغدي نحرك مزيان حتى كتخلط لنا الخمارة مع الخالط ومن بعد غدي نزيد نضيف هادك الكمية اللي كانت بقالية ديال سميدة هنها يا ما غديش نخلط بالضرب اليدوي غدي نخدم بيديها حيث خاسنين نجمعها بالاطراف ديال الاصابع ومن دلكوهاش يعني اهم حاجة باش هاد الحريشات يجيونا ناجحين وصادقين مية في المية اللي جينا يعني شفتو هراني ما كان دلك اشرا غي كنجمعها يعني منع جنوهاش ونجمعوها بالاطراف ديال الاصابع والخالط خاسو يكون عاقد يعني هنها ما زل سميدة غدي تشرب لي هادك الحليب الخالط كامل غدي نغطيها وغنخليها ترتاح تقريبا واحد عشر دقاية وعلي ما كترتاح كيف ما كتشوفوا معا يدابا غدي نجيب فاش غادين في النداء غناخد سميدة غليدة غليدة وغادي ناخد الكوك يعني كيف ما كتلكم راس ميدة غليدة ماشي سميدة غليدة غليدة ماشي سميدة رقيقة وغادي نخلطهم مع بعدياتهم وغادي نجيب الخالط ديالنا من بعد ما كنخليوه يرتاح ومن بعد ما سميدة كتشرب لنا هاداك الخالط كيف ما كتلكم راه منبي الحواج لي كيخليوه الحريشات كيجيونا رطبين وناجحين ان الخالط كيكون عدنا تقريبا عاقد إلا لاحظوا راما ما شي جاري أو خفيف غادي ندير كويرات ليكونوا بنفس الحجم وغادي نفندهم في سميدة ولكوك كيف ما كتشوفوا معايا وغادي نفندهم كيف ما كتشوفوا معايا غادي نفندوغي في الوجه يعني ما كنخلطوش الكورة كاملة وغادي نحطهم فلاطة هيا 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 فاش بديس كندير كويرات وكان فندهم ونفرران وغادي نخلي حتى كيس خن مزيان بما ساليت وغادي نقص عليه على نارم هي لو عاد غادي ندخلوه الحريشات ديانا من بعد ما غا نسالي غا نوريكم او غا نقول لكم الطريقة ديال الطياب ديالهم كيف ما شوفتوا معايا دابا كان فن دهوم مزيان كنحاول نقضوهم باش يجوا على شكل دائري يعني ولكن ما نكن من كن نضغطوش عليهم غادي ندير كويرات وفاكن فندوهم ونحطوهم فلاطة غادي نكمل على نفس العملية حتى كنساري الخالطة كيف ما شفتو وكيف ما كتليكم يعني الفران را كنت من قبل اه سخنتو ودابا نقص عليه وغا ندخل الحريشات مل تحت الفران اه حتى كيبانوا لنا انهم بدأوا كي تشقوا عاد كنطلعوهم فوق يعني مكان خلوهم مش مدة طويلة لتحت تاكي تحمروا غير يتشقوا ونطلعوهم فوق يكملوا الطياب ديالهم عاد نعودوا ننزلهم يعني يتحمروا لينا حريشات ديالنا من بعد ما طابوا كيف ما كتشوفوا معايا يعني كيجي على هاد شكل نعاود نفكركم بالطريقة ديال الطياب يعني الفران من بعد ما كنسخنوه كننقصوه مزيان على نار ليسكون هي ضعيفة بزاف على الحد دياله وكنخليوهم حتى كي تشقوا يعني كنأكد عليكم من خليهم شي حماروا غير يتشقوا وكنطلعوهم يطيبوا على خطرهم عاد كنعودو نهبطوهم باش يحمارون لنا يعني هدا بنسبة الفران العادي حريشات ديالنا هدا هو الشكل النهائي ديالهم كيجيوا زوينين بزاف وكيف ما كتليكم كيجيوا ارتبين وكنقدرو اننا نحتافظوا بهم يعني مدة كيبقوا بنفس الشكل اللي طيبنا عليهم اول في اول مرة كيجيوا لداد وكيبقوا ارتبين اتمنى ان الوصفة دياليوما تكون عجباتكم انكم وصلتوا حتى الهنايا خليولي يا جيم خليولي ايكم وانتغلويا كيف جاتكم الوصفة دياليوما وكيف ما كنقول لكم بارتاج الفيديو مع قاعد الناس اللي كتعرفوا باش يوصل لأكبر عدد ديال مشاهدة ودعبا ما بقاليا الا نقول لكم الى اللقاء وانتلاقا وانشاء الله وصفة قادمة بإذن الله